الانتخابات الرئاسية دليل على قدرة الدولة السورية على هزيمة جميع المؤامرات واسقاط الريهانات التي روجت لها بعض القوى المرتبطة بالصهيونية العالمية ومعارضة الخارج التابعة لقوى اقليمية عميلة واضح اعضاء المجلس ان الانتخابات الرئاسية فاجأت الدول المعادية فكانت ردا حضريا ونقطة النهاية في كم الاكاذيب التي حاولوا ترويجها بين ابناء الشعب السوري والذي اثبت يقين وطنيته وانتمائه لهذا الوطن واكد اعضاء المجلس ان هذه الانتخابات ملحمة سطرها الشعب السوري بدماء ابنائه وهي رسالة قوية لاعداء الوطني في الخارج عن استمرار نهج الصمود والمقاومة والبطولة كما كانت ردا على ممويل الارهاب والقتل والتكفير وداعميه بالممارسة الديمقراطية الحضرية الشفافة ورأى اعضاء المجلس ان فوز الدكتور بشار الاسد في انتخابات رئاسة الجمهورية اختيار من الشعب السوري لحريته واستقلاليته وسيادته ووحدة ترابه الوطني لافتين الى ان الشعب السوري اختار الدكتور الاسد ليقود عملية البناء والاعمار ويحارب الفساد والارهاب ويفرض سلطة القانون في الدولة واشار اعضاء المجلس الى ان الشعب السوري اثبت من خلال الانتخابات الرئاسية انه وحده من يعطي الشرعية ويقرر من سيكون رئيسه القادم مؤكدين ان انتخاب الدكتور بشار الاسد لرئاسة الجمهورية تعبير عن خيار الشعب في بناء الدولة التقدمية العلمانية وتفويض للتعاون مع جميع القوى الوطنية في اطار التعددية لاستكمال مسيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمصالحات الوطنية وقال اعضاء المجلس ان الدكتور بشار الاسد اثبت قدرته على قيادة سوريا في ظل ظروف الازمة والحفاظ على امنها وسيادتها ووحدتها الوطنية وهو انتصار لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى اذا سوريا المنتصرة في الميدان انتصرت في السياسة فالسوريون كما يقول اعضاء مجلس الشعب انتخبوا الثبات على منهج المقاومة واكدوا على القرار الوطني المستقل بلا المعروف التلفزيون العربي السوري مجلس الشعب